بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد الانهيان وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع سعادة سيغريت كاغ كبيرة منسقية الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية ويعادة الإعمار في قطاع غزة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وسبول زيادة تدفق المساعدات الإغاثية كما تطرق سمو إلى المستجدات في المنطقة والمساعي للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار وتكثيف الدعم الإنساني لسكان القطاع وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد الانهيان دعم دولة الإمارات الكامل لجهود كبيرة منسقية الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ويعادة الإعمار في غزة بما يسهم في إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين في القطاع وأشار سمو إلى همية دور الأمم المتحدة بالشراكة مع الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي لإنهاء التطرف والتوتر والعنف في المنطقة وتوفير الحماية لكافة المدنيين وتأمين الإغاثة الإنسانية العاجلة واللازمة للشعب الفلسطيني كما أكد سموه التزام دولة الإمارات بالتعاون مع سعادة سيغريت كاغ وكافة الدول والأطراف الفاعلة في مبادرة الممر البحري بهدف توفير قناة مستدامة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة اشتركوا في القناة